أعلن الرئيس الأوكراني فولادمير زيلنسكي أن الوجوم الذي تشنه كييف على كورسك الحدودية الروسية أرغم موسكو على نقل 40 ألف جندي إلى تلك المنطقة موضحا في الوقت ذاته أن كييف تمكنت من تقليص قدرات موسكو وفيما تواجه أوكرانيا صعوبات في الشرق شنت هجوما كبيرا على منطقة كورسك حيث تمكنت من السيطرة على مئات الكيلومترات المربعة هذا وتسعى كييف من خلال ذلك على إرغام موسكو على إعادة نشر قواتها الموجودة في منطقة دوناتسك وكبح تقدمها الذي لا يزال مستمرا على الرغم من ذلك